سيد مجل ليه مبرر من أمن العقاب أساء الأدب بصراحة أنا ما بقاش عندي ثقة ولا في التحاد كرة ولا في لجنة اندباط ولا لجنة تظلمات بعد ما يحدث في الكرة المصرية وفي شعار وفي تصريح تاريخي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الرياضة بمثابة أمن قومي الأمن القومي للرياضة المصرية أصبح على المحك الأمن القومي للكرة المصرية أصبح على المحك ما يحدث في الملاعب المصرية يا كابتن خالد ينبغي أن نوجه رسائل واضحة لكل من يهم أمر الكرة المصرية والرياضة المصرية تلك اللعبة التي أصبحت صناعة مريديها بملايين الملايين من الجماهير في كل أنحاء العالم ما بين أهلوية وزملكوية وإسماعالوية وفي مصر البورسعي دير التحدي السكندري جماهير بالملايين ما يحدث أصبح لا يمكن السكوت عدوه اللي حصل النهاردة من حسين الشحات مش لا يندرج تحت قرة قدم ولا مباراة قرة قدم ولا في الملعب ولا لا ولا عاوز لجنة انضباط ولا لجنة تظلمات احنا بصدد بلتجة أقول جريمة أخلاقية حدث ولا حرج المشهد مخزي المشهد عار على كل من رأى هذا المشهد ورفع شعار لأرى لأسمع لا أتكلم وبدل ما يتكلم على الواقع المسيئة المهينة لنا كلنا لكل الأندية للأهل والزمالك والبيرامدز والكل الدور المصري اللي صورته دلوقتي بقت يعني بحديها لكل الناس اللي عندها طموحات للدور المصري لكن أنا مش مستغرب الشناوي في سموحة ضرب لعب بالبوكس ايه اللي حصل ثلاث مباراة معلول والشناوي في السوبر في الإمارات واحد دهس واحد ضرب صفعة لاعب بيرامدز محمد الشيبي ايه اللي حصل كان الشعار لا أرى لا أسمع لا أتكلم فما كانش مستغرب ولا مستبعد ان حسين الشحات النهاردة وهو متعمد هذا الفعل المشين شوف الفيديو يا كابتن خالد وحلل كل وقعة وكل حركة وكل لحظة وكل ثانية حسين الشحات كان واقف وكان متوجه لمحمد الشيبي وتعمد ان هو يجذبه بإيده اليمين ويصفعه بإيده الشمال ويسابه ومشي ورجع تاني تاني سبه وتلفز فحق والدته الأم الأم اللي سبنا النبي عليه الصلاة أستمر لك الأم ثم الأم ثم الأم أن أنت تسمح للاعب أن أنت يتلفز وجاي بعد كده بلابز موشين شوف الفيديو يعني تعدي تعدي متعمد ونية وتلفز أنا مش هقبل من أي حد في المنظومة يقول لي أصد فيه صلحة حصل الصلح ده في غرف خلع الملابس أنا عاوز حقي كمشاهد أنا عاوز حقي كجمهور أنا عاوز حقي كمنظومة أنا عاوز حقي كأندية أنا عاوز حقي كدوري مصري أنا عاوز حقي كروح رياضية أنا عاوز حقي كمبادئ وقيم كانت بتتقال عند النادي الأهلي لكن النادي الأهلي بعد اللي بيحصل وبعدما تعاقد مع لاعب هاري باسمه محمود كهربا وبعدما تعاقد مع لاعب سب النادي الاهلي وسب جمهور النادي الاهلي وتهكم على تيشيرت النادي الاهلي وإعلام النادي الاهلي كان يفرد مساحات للحديث عن التجاوزات المسيئة المشينة وتعاقد مع النادي الاهلي فالبقاء لله في القيم والمبادئ بعد الإعلان عن صفقة إمام عشور يوم 18 يوليو الماضي لو عاوزين الكرة المصرية تعود لمصارها الصحيح وإحنا بصدد دور النيل الدوري القادم وعاوزين يبقى الدور ده على قدر الطموحات حسين الشحات أنا مش عارف مين يعقبه لكن من وجهة نظري أقل عقوبة لحسين الشحات سنة إقاف مايلعبش كرة أقل عقوبة لحسين الشحات مليون جنيه غرامة أقل عقوبة لحسين الشحات أنه هو كمان يطلع ببيان اعتذار لكل الجماهير المصرية على هذا الفعل المشين الخادش للحياة المهين والموسيق لنا كلنا والصورة لاعب عربي شقيق بيلعب في الدور المصري وهو هنا آمن ودايما مصر هي قبلة كل الأشقاء العرب أما لاعب يتم الاعتداء عليه مرة واثنين في السوبر والنهاردة في مباراة على مرأة ومسمع أمام الجميع المشهد اللي احنا عاوزين نصداره نادي الأهلي مطالب ببيان اعتذار لنادي بيرامتز مطالب ببيان اعتذار لكل المنظومة الكروية بدل بيانات الاعتذار للتحكيم وبدل بيانات الاعتذار أسلحنا عاوزين نصلح من حال التحكيم الأهلي يصلح من حاله الأول يصلح من حال لعبته يكون شعار القيم والمبادئ مرة واحدة مع كابتن الخطيب بعد كل المواقف اللي حصلت يبقى فيه رد فعله على أرض الواقع يتناسب مع هذا الفعل المشين الذي لا يرضى ولن يرضي أحد